اجتماع ثلاثي مرتقف في ليفيف غرب أوكرانيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجتمعان بالرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي في أجندة اللقاء الذي دعا له الرئيس الأوكراني مراجعة لاتفاق الحبوب وبحث السبول الدبلوماسية لإنهاء الحرب الدائرة رحاها في أوكرانيا منذ ستة أشهر إضافة إلى المخاوف المتعلقة بمحطة زابوروجيا للطاقة النووية وعقب الاجتماع يعتزم جوتيرش زيارة ميناء أوديسا على البحر الأسود حيث استأنفت صادرات الحبوب بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة بهدف تخفيف أزمة غذاء عالمية متفاقمة قبل أن يتوجه السبت إلى مركز التنسيق المشترك في اسطنبول الذي يضم مسؤولين من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة يشرفون على صادرات البحر الأسود من الحبوب والأسمدات الأوكرانية وسيكون الوضع المقلق في محطة زابوروجيا للطاقة النووية موضوعا رئيسيا آخر خلال المباحثات حيث تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن قصف قريب من المحطة النووية التي سيطرت عليها موسكو في المراحل الأولى من عمليتها العسكرية ولا يزال يدير المحطة فنيون أوكرانيون الأمم المتحدة اقترحت في وقت سابق المساعدة في تسهيل زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيا انطلاقا من كييف لكن روسيا قالت إن أي زيارة للمفتشين لا يمكن أن تتم عبر العاصمة الأوكرانية لأن ذلك بحسبها ينطوي على خطورة بالغة